بسم الله الرحمن الرحيم طلاب العزاء نستكمل معنا مقرر machine elements design one chapter failure theories المتعلقة بالاستاتيك لودن بالطبع احنا في المحاضرة الماضية اطعنا هنا بمستوى رأسي هنا هناخد مستوى ميل زي ما احنا شايفين كده والميل بتاعه بتاعه بالزاوية ثيتا هيزهر عندنا الاسترس بالشكل ده في الثري دي هنا وده طبعا في الثو دي هيزهر بالشكل ده بيوضح اكتر ميل الزاوية هنا اللي هي الزاوية ثيتا ميل للمستوى ده اللي احنا قطعنا به وبالطبع القوة به هنا اللي هي القوة دي هتتحلل الى مركبتين واحدة ونربز لها بالرمز واحدة طبعا ممسية للسطح ده يبقى واحدة نورمل على السطح عمودية على السطح والتانية تنجينشل او ممسية للسطح وبرمز لها بالرمز في بالطبع طبعا القوة بي ده هي لما تتحلل المركبة الرأسية اللي هي النورمال فورس اللي مرموز لها بالرمز ان هيبقى ان هنا هتساوي بي كوزين ثيتا يبقى ان كل قوة من هذه القوة هتسبب سترس وسترس مختلف زي ما تعلمنا قبل كده النورمال فورس دي هتسبب نورمال سترس والتانجينشل فورس دي اللي هي الفي هتسبب شير سترس يبقى ده النورمال سترس اللي عندنا قيمته سيجما ثيتا وطبعا رمزتي هنا لانه بيختلف باختلاف الزاوية ثيتا عشان كده قلت سيجما ثيتا قيمته بتساوي N اللي هي الفورس النورمال على ال A1 و A1 هي المساحة الميلة دي وقيمتها بتساوي A على كوزين ثيتا القوة المماثية اللي هي V هتسبب شير سترس اسمه تو ثيتا قيمته بتساوي الفورس المماثية اللي هي V مقسومة على pickles sectional area اللي هي A1 اللي هي بردو بتساوي مقارنة بالنورمال يبقى بتساوي الحيث 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 هي العمودية على اتجاه المقطع أو اللي هي بتنسل المقطع نفسه مقسومة على طيب لو عوضنا بقى في العلاقات اللي عندنا سيجما ثيتا هنعوض بإن قيمتها بي كوزين ثيتا وطبعا هنتج عندنا المعادلة اللي قدامنا اللي هي بي على اي اللي هو العمودي ضرب كوزين تربيع ثيتا وده بيديني المعادلة هنلاحظ طبعا في المعادلة دي انه عندي عند اللي هو عند الزاوية زيرو وبعدين كل ما الزاوية تزيد في الاتجاه او تزيد في الاتجاه المعاكس يبتدي يقل سيجما اكس اللي هو البرينسبال سترس يقل باستمرار يعني انا اقصى قيمة للاجهاد وبتقل بزيادة الزاوية ثيتا سواء اذا كان القطع فيه ميل يمين او يسار هنا تاو لما عوض بقيمة الفي بي ساين ثيتا واي وان برضو اي على كوزين ثيتا هيطلع لي المعادلة دي اللي هي بي على اي اللي هو السرس النورمال ضرب ساين ثيتا كوزين ثيتا فيطلع لي المنحنة التاني ده او اللي هو ده بالشكل ده كده هلاحظ طبعا انه عند زاوية صفر بيساوي ما عنديش شير سترس ده اللي هو بيبين الشير سترس وكل ما تزيد الزاوية يبتدي يظهر الشير سترس هنا يقل سجما ويظهر الشير سترس هنا برضو يقل سجما ويظهر الشير سترس طبعا حسب الاتجاه بتاعه الى ان يصل الى ماكسموم شير سترس هنا عند النقطة دي اللي هي الزاوية 45 ماينوس او عند النقطة دي اللي هي زاوية 45 بوزيتف يبقى في الحالة ديت بانخفاض سجما اكس بيبتدي يظهر عندي تاو سواء اذا كان في الاتجاه ده او في الاتجاه المقابل ونشوف المحصلة لكن في الفيديو اول في المحاضرة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته